السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبيبي. زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب وسعادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضينا. الطعمية البيتي. الطعمية البيتي ما فيش حد ما بيحبهاش. الفلافل الايه المقرمشة الجميلة. بس تبقى احلى واحلى وعملناها بقى في البيت بقدينة كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة وهي مش هتكلفك اي حاجة خالص فيش غير الفول. الفول المتشوش ده بتجيبيه قبلها بتنقعيه ساعتين زمن. ساعتين بالزبط. ما تعملوش اكتر من كده. كل ما الفول بيبوش كل ما الطعمية بتبقى قلبها من جوة معجن ووحش. لو لو ببلتيها مدة قصيرة هتلاقيها مقرمشة خالص معاك. اللي بيحب المقرمشة خالص دي بيبلها ما يبلهاش فترة كبيرة. دي تكاية المفروض نبقى عارفينها. اللي هي ايه ما تتبلش كتير قوي. ومعانا خضرة اللي هي بقدونس وشبت وكزبرة. تلاتة مع بعض. بنخسلهم ننقيهم ونخسلهم كويس ونقطعهم زي ما انتم شايفين كده. وما نحطش الخضرة كتير قوي. الخضرة كتيرة لما بتتحط كتير قوي بتغمق الطعمية. بلاش نحط خضرة كتيرة قوي. عشان الطعمية ما تغمقش معنا وتبقى زيها زي بتاعت برة بالزبط. معانا بصلايا مش عايزين بصلايا كبيرة قوي. عايزين بصلايا وسط زي دي كده. ده ربع كيلو في الموتشوش. ده ربع كيلو. مش هعمل اكتر من ربع كيلو. عايزة تعملي وتحطي في الفريزر. اعمالي نص عمالي كله زي ما انت عايزة. تحطي في الفريزر بتتحط. ولما بتطلعيها بتحطيها في بولا. وتقلبيها كويس قوي. تعود يتدخلي فيها هوى كده. وتقلبيها كويس قوي. يعني متا تروحي دربها دربة ايه في الكبة معاكي. هتبقى هشة خالص وجميلة. بصلايا وكم فص طوم كده. اربع خمس فصوص اللي بتعبوا من الطوم. ما يحطوش كتير. آآ كل واحد حسب بقى ايه حالته بقى. احنا بنحط خمس ست فصوص كده طوم. ومعانا التوابل. معانا كوزبرة. ومعانا شطة. ومعانا كمون وملح. شطة وكمون وكوزبرة وملح. اربع حاجات دس مش هنحط اكتر من كده. وهنبدأ مع بعضينا. هي مفيهاش اي حاجة طعمية. هي مفيهاش غير ان انت بتفروم الفول في الكبة. ومعاه بتفروم الفول الاول لوحده. وبعدين بنلغبط الخضرة معايا. والبصل والطوم والحاجة كلها. يعني نفروم الفول مرة واحدة. وبعدين بنحط معايا البصل والطوم والخضرة. ونقلبهم معايا ونروح ضرب لهم مرة تانية. احنا كده بنعملهم مرتين. مرة نفروم الفول واحده. ومرة هنفرومه مع البصل والخضرة والطوم. والتوابل دي بنحطها في الاخر خالص. بنحطها في الاخر خالص. ما فيهاش اي حاجة وسهلة وجميلة وبسيطة وتعمليها في البيت هتاكل منها وهتشيلي منها وماشاء الله عليها بتبقى طعمها جميل. تقليها في زيت نضيف. الزيت طبعا بيبقى عليه عامل برضو. الحاجات دي كلها ايه بندور عليها عشان صحتنا. عشان صحتنا. ما نقعدش ناكل من اكل الشارع كتير. يعني اللي بيتطر مسلا مرة ولا حاجة مش مشكلة. لكن انت خلي خلي فطارك في بيتك. شوية بطاطس محمرين. شوية بتنجان مع الفلفل. شوية طعمية. شوية بطاطس الشبسي. تدبري نفسك بحيس ان انت فطارك تعمليه بيدك في البيت. بلاش ناكل من بره كتير. علشان انا مش بقى قطعيش حد ولا حاجة. بس انت بتعملي الحاجات ديت. لو اضطرت تجيبي من بره انت حرة. لكن لو في ايديك ان انت تجيبي الفول وتعمليه. سهل جدا. المقادير بتاعتنا ما فيقاش اي حاجة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرم الفول مع بعضنا كده. ادي الكبه قدامكم ايه. دي كده على جنب. الكبه معنا ايه. وهنبدأ ايه? ناخد من الفول دوت. دي بس ايه? هبدأ اخد من الفول ده كده. انا ايدي طبعا قبل ما بنبدأ اي حاجة. نخسل ايدينا كويس. نخسل الرخامة اللي هنعمل عليها حتى لو حاجة واقعت تبقى الحاجة ايه? ما تقعش على حاجة مش نضيف. فلازم يبقى ايه? منظفة حواليك قبل ما تعملي اي حاجة. وغسل ايديك كويس. اهم حاجة غسل اليد ده كويس اولا. ونمسك الفول هنطحنه مع بعضنا. هورديك ونطحنه ازاي. الحاجة لو نشفى معاك بتحط معاها معلقتين مية. يعني احنا الطعمية دي كلها هنحط معاها معلقتين مية. وين حبيتي في الآخر اللي لقتيها طرية. ما تخفيش ولا تقلقي. عندك مصفة وتحتها طبق. حط عليها عجنت الطعمية لو في اي مية زيادة بتنزل. مش مثلا نقول ايه ده تريت معانا خايفين. انا بقول كده لولادي اللي هم ايه? البنات اللي هم لسه مبتدئين. عشان التكاد دي كلها هيتعلموها منو هم صغيرين. لما يكبروا ايه? هتفضل معاكو على طول التكاد دي. بتمسك كنش الكابة هي تفرمي فيها الفول. او الريكيو. ما بياخدش وقت ولا حالة. اهو الفول اتفرم معانا. اتفرم معانا الفول اهوت. نعم. هنعملو احنا كده دي اول مرة. المرة التانية اللي بيحط معاها الخضرة والبصل والطوم. فرمنا مع بعضين اهو الفول. بتعمليه على مرتين ربعا كيلو على مرتين بيتعمل في الكبه. ما عندكش كبه عمليه في المفرومة بتاعت الخلاط. اه 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 ما عندك المفرومة اللي هي بالايد ديت برضو بتتفرم فيها بتبقى جميلة. اللي بالايد الحديد دي بتاعت زمان. اللي ما عندهش انا عارفة البنات كلها طلعين. كلهم عندهما هي الكبه هيت. وسهل ما فاش حاجة. ما عندكش يعني تتصرف باي شكل. اللي فول بتفرميه. يعني هتحطيه في الكبه هتحطيه في المطحنة بتاعت الخلاط الزغنانة. المهم تفرمي الفول. وتبقى دمام اللون فرم الفول كده. بنروح حاطين معاه الخضرة. هنلاق بتبصي. انا حطاه لكم في البتاع ديت مع بعضيه كله. عشان ما تلاقيش الحاجة ايه بيدعم بعضها. يعني خلصنا خلاص الفول تحنا. مقطع الخضرة ومنظفها ومخليها زي الفول ايه باي دي كنتي. اهي هتروح حطوها معا كده. خلصنا الخضرة ايه حطناها معاه. فصين الطوم اللي عندنا. هنحطوهم عليهم كمان. اجبتلكم خطوات من اولها الاخيرة عشان ايه ما تقوليش ايه كل حاجة ايه تبقى عارفاها. ما تقوليش في حاجة مش عارفاها ولا حاجة. واللي مش عارف حاجة يبقى ايه. يقولي في التعليقات وانا اقولها له تاني. البصلة معي هقطحة هيت. مش عايزين بصلة كبيرة عشان البصل برضو فيه مياه كتير بيطر معنا برضو العجينة بتاعة الطعم ايه. كده لغبطنا ايه? الفول مع الخضرة مع البصل مع التوم كل حاجة اهي مع بعضها اهي. هتروح اقيم لغبطاهم كده ومسكين حبة حبة. وحطينهم في المفرمة. الخضرة مع الفول المتشوش. ده اسمه فول متشوش. ايه? وبتبلي قبلها بساعة ساعتين حسب ظروفك انتي. بس اهم حاجة ما تبلهوش كتير ايه الفول لما بيتبلي كتير اوي بيخلي الطعمية معجنة وطرية. لما بيتبليش كتير بيبقى مقرمشة وحلوة اوي. للي عايزينها مقرمشة. تبقى على مرتين تلاتة ربع كيلو هتعمليهم. مش هتاخذي في ايديك. الطعمية دي ما بتاخدش في ايدي ابس. اليوم الجمعة هنفطر مع بعضين العيلة كلها. تروح اي ما عاملها بصلاية على الفصن التوم. وتروح حطاهم في الكبة زي ما انتي شايفة كده. وايه? شايفين نشفة شوية ايه. بنروح عاملين ايه? واخدين معلقتين مية. وحطينهم عليها. معلقتين بالزبط كده. معلقتين مية وحطاهم. هتخلي هالك تخلي العجينة تتفرن بسرعة بسهولة. كل فترة كده تروح ايه. منزلة ايه? اللي على الحروف ده منزلة جوه كده. هاتفرمت معانا. احتاجت معلقة مية تاني ما تلاقيش. انا عارف في التكاية الاخيرة دي هقولها لك. هتحط الطعام كلها في معندك مصفة. اتروح اجايباها. يعني بعد ما تعمليها هاتروح حط المصفة كده. حط المصفة. وتحتيها طبق. بتحطي تحتيها طبق. وتحطي الطعمية فيها. خمس دقيقة. هتنزل اي مية زيادة هتنزلها فيها. طعمية مش هتتعجل معك ولا اي حاجة. المية زيادة هتنزل فيه. ده عشان انتي هتلاقي نفسك مش قادرت. انا بالنسبالي احطيت المعلقتين للمية وهفضل وراها لغاية ما. اتحنت معانا اهي. وبقت طرية خالصة هيت. كده ايه? تعتبر ايه? ما فيهاش حاجة غير ان احنا بنحط لها الخضرة في البتاعة ده لتوابل في الاخر وخلاص. هي اتحنت كده معانا وهخلي هعمل الباقيين وهوريرهم لكم. اخر حبة هنحطوهم اهم. هدي الطعمية هي. شايفينها? خلاص بقت نعمة خالصة هي. بقت نعمة وجميلة. زي اللي بنشتريها من برة بالزبطة هي. هنبدأ بقى ايه نقليها مع بعض. حطينا اه. دي سيت اقول لكم. التوابل بقى هنبدأ ايه? نحطها كده كلها. نحط شوية الكزبرة. وشوية الشطة. شوية الشطة صغيرين مش كتير. وكمون. وكمون. والملح. دي اخر ايه? اخر مرحلة بتحط فيها المرحلة الاخيرة دي. اللي بتحط فيها التوابل. وتضربيها ضربة ايه? مع بعضيها كده. في الكبه. ضربنا التوابل معها ايه? كده خلصنها. كده حبيبي خلصنا الطعمية. هنرش لها رشة كزبرة كده على الوش كده. ونحط لها شوية خضرة على الوش كده. ايه دي الطعمية البيتي. نفرجي على جمالها. شوية كزبرة على الوش. وشوية آآ خضرة من اللي احنا حطناهم في الاول. تروح رشوهم على الوش كده معها. وتبدأ تقلي بقى الطعمية. وكده خلاص طعمية خلصت معك. حبيتي تحط عليها حمص شام. فيها عارفين حمص الشام الكبير. تبليه برضو. وتحطيه مع ها. تفروم شوية معها. ممكن تعمليها بالحمص وممكن تعمليها بالفول. دي بالفول بس. مش مكلفة خالص وما فيهاش اي حاجة. وهتلاقي بص البولة معك يا قد ايه. هتعملي منها. وتروح حطيه اكياس في الفريزر. ووقت ما تحب تاكل طعمية بتسحبيه قبلها بساعة ولا ساعتين. وتفكي وتعملي الطعمية بتاعتك سهلة وجميلة. وتلاقي طعمها جميل. وهورها لكو بعد ما تتقي وهتشوفها وانا بقليها. طعمية حبيب اهي بعد ما طلعت. مش عارفة. اهي. الكاميرا مغمقاها لكن هي والله فتحة خالص اهي. فتحة خالص خالص خالص. وجميلة ومنفوخة كم قرمشة. وتحفة. تحفة جميلة والله. طعمية. اهي. بألفة هنا وشفة حبيبي. وان شاء الله تعجبكم بازن الله. ومتنسونيش في اللايقات والسابسكرايب. واشتراك في القناة. وان شاء الله بازن الله. ان شاء الله نعمل معاكم كل جديد وكل حاجة مش عارفينها. نعملها مع بعضنا. وابتبيولي في الكومنتات. واللي عايز اي حاجة نعملها مع بعضنا. طعمية ما شاء الله عليها. بصوا هاشا ومنفوخة وجميلة. بصوا. بصوا. منفوخة من جوه ازاي. منفوخة من جوه. وخالص اهي. وقرمشة خالص ومنفوخة. والله اللي شوفها يقول فيها كربونات. وانا مش حطها لها لكربونات ولا باكن بوضر. زي الفل هي.